تقدر تقول عنها انها ست بمئة راجل رغم حلوتها وشدة جمالها اللي حل من على حبل المشنقة الا انها رفضت كل عروض الزواج المغرية وفضلت عيش على زكرة زوجها واعف غرامها اخي من كبار الدولة العثمانية وكان واحد منهم السبب في انها تنهي حياتها والشعراء في الجزائر كانوا للنهار بيتغنوا بيها صممت نوع من الملابس صنفته ليونسكو انه تراث عالمي الست دي تبقى الاميرة زفيرة اخر اميرات الجزائر فيتارى بقى ايه حكاية الحب اللي كان تسبب في موتها خلينا متفقين كده على ان تاريخ الجزائر مليان شخصيات كان لها دور كبير جدا في نهضة البلد الجميلة دي لكن معظم الشخصيات اللي تكلم عنها التاريخ كانوا رجالة وتقريبا ما جابش سير الستات كتير غير يدوب كام اميرة على كام ملكة وخلاص كان من ضمن الاميرات اللي تكلم عنها تاريخ الجزائر هي الاميرة زفيرة زوجة اخر حاكم للجزائر قبل الحكم العثماني للجزائر الاميرة زفيرة دي بقى يا سيدي كانت آية في الجمال تخطف العيون لو راحت اي مكان وكانت من اعيان الجزائر هتقول ازاي ده هقول لك يا سيدي ابوها كان من الشخصيات اللي كان ليهم هيبة كده في قبيلة اسمها الثعلبة ودي كانت من اكبر القبائل الامزيجية في شمال افريقيا في الوقت ده كان سليم التومي حاكم للجزائر ولما شافها في مرة مع ابوها في القصر عنده قالك دي اللي لازم اقضي حياتي كلها معاها وفعلا راح طلب ايديها من ابوها ووفقت الاميرة زفيرة وتجوزوا وبقت اميرة الجزائر وكان بينهم قصة حب كبيرة جدا اكتر من روميو وجوليات كمان وعيشت مع زوجها في قصر عزيزة اشهر الاصور في الجزائر ورغم وجود الخدم والحشم الا انها كانت بتحب تخيط واتطرز هدومها بنفسها ومش بس كده دي من كتر شطارتها في الخياطة صممت حاجة اسمها البدرون والكراكو وسروال الشلقي واللي كان بقى من اهم الملابس اللي بقت تلبسه العرائس وصنفته اليونسكو توراث عالمي مرت الايام وبعد فترة الاميرة زفيرة خلفت ولي العرش يحيى سليم التومي في الوقت ده كانت الجزائر مطمع كبير جدا للبرتغال واسبانيا وده عشان الجزائر بتطل على البحر الابيض المتوسط فكانت كل شوية بتتعرض لهجمات من الاسبان لدرجة انهم قتلوا 4000 جزائري وقتها بقى السلطان سليم التومي حس ان الجزائر بقت في خطر والوضع ممكن يوصل لمجازر فقال لك لازم الحق اعمل اي حاجة تخلصنا من شر الاسبان فقرر يطلب المساعدة من مين بقى؟ من اشهر البحارة في الوقت ده وهم خير الدين وعروج بربروس واللي كانوا مشهورين بقوتهم اللي تهد جبال وليهم كلمة مسموعة على قراصنة البحر المتوسط كله تقدر تقول عليهم كده فتوات البحار المهم السلطان اتفق معاهم وفعلا قدروا يحرروا المناطق الجزائرية اللي استولوا عليها الاسبان لكن كان فيه كرسى حلت على دماغ السلطان ما هو اللي عملوه ولاد بربروسا خلصتهم يسمع اكتر والسلطان بقى شكله ضعيف وقتها رحمة حالف مع الاسبان عشان يطرودوا الاخوان بربروسا ويرجع قوته اللي بقت في الارض لكنه ما كانش سلطان ناصح خالص الاخين بربروسا كشفوا خطته وقرروا يعملوا معا الجلاشة ويتغدوا به قبل ما يتعشى بيهم حسب المصادر التاريخية السلطان سليم التومي الخدم لقوه مقتول فأسره في ظروف غمضة محدش يعرف مين اللي عمل العملة المنيلة دي الا انه اصابع الاتهام كانت على الاخوان بربروسا خصوصا يعني انهم استولوا على الجزائر بعد ما مات السلطان على طول في الوقت ده الاميرة زافيرة لما عرفت اللي حصل لزوجها قررت عزل نفسها في قصر عزيزة وحلفت ما تخرج توري وشها لراجل تاني غير ابنها يحيا وقتها كان الاخوان بربروسا سمعوا عنها انها فاتنة الجمال وزكية وحكيمة فقالولك بقى اي واحد منهم لازم يكسب قلبها ويفوز بيها وفي يوم بربروس وهو ماشي من عند الاصر شافها في البلكونة ونار الحب بدأت بقى وقرر يبعث لها جوابات ويقول لها انه مونعينه ينور رضاها وتوافق تتجوزه ومهرها يكون ابنها سليم هيكون حاكم الجزائر اللي كانوا سيطرين عليها لكن الاميرة زافيرة قالت له لأ انا مش عشان لوحدي يبقى كده هتقدر تتحكم فيا انت اخدت الجزائر وحكمتها بالقوة لكن انا لأ وانسى قصة العشق الممنوعة اللي انت عايش فيها دي وابني هيعرف يرجع الحكم تاني ومش محتاجين حاجة منك رد الزافيرة ده زع العروش خاصة انها كانت شكة فيه انه يكون هو اللي قاتل زوجها السلطان سليم فقرر يعاندها وقال لها انه هيتجوزها غصبة عنها وعن اي حد في سنة 1516 اقتحم عروج قودة الاميرة زافيرة ولما لقيته في وشها وعايز يعتدي عليها قررت الاميرة زافيرة انها تدب الخنجر في قلبها وتموت عشان تفضل لاخر لحظة في حياتها مخلصة لزوجها السلطان سليم ومن بعد موتها ابنها يحيى بقى بطوله في الدنيا وحاول يرجع حكم ابوه عن طريق التحالف مع الاسبان لكن عروج بربروس قدر يهزمهم وقتى ليحيا وبكده انتهت حكاية الاميرة زافيرة اللي شهدت اشهر جريمة قتل في تاريخ الجزائر وضحت بنفسها اخلاصا لزوجها فيترى بقى يا عزيز المشاهد انت سمعت عنها قبل كده وايه هو رأيك في اللي عملته ياريت ما تنساش تقولنا رأيك في التعليقات واستنونا في حكاية جديدة من حكايات عين مصر